رجحت تقارير حديثة أن يسجل غطاء العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تقدما ملحوظا بدعم من متانة أساسيات الاقتصاد الكلي وتوقعت زيادة وطيرة موخلة للنصف الأول من العام الجاري هذه التقارير التي أطلقها المركز المالي الكويتي حول الغطاء العقاري في الكويت والسعودية والإمارات أشارت إلى تسارع أسواق العقار بنسبة تتراوح بين 13 و15% و13 و17% وبناء على تغييم مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي سيحافظ سوق العقار الكويتي على استقراره وربما يتسارع بشكل معتدل في حين سيواصل غطاء العقاري السعودي تعافيه مع وجود فرصة مواتية لتسارع السوق هذا العام وأن يشهد سوق العقار الإماراتي عاما إيجابيا في ظل ارتفاع عيدات الإجارات وأسعار الوحدات العقارية خلال العام الماضي